تحت مشاريع البادرة الأولى 2030 التي تضم 30 مشروعاً تطوعياً تنموياً للمؤسس التنفيذي دكتور طلال المكي تم إنشاء مشروع لاب تيث مشروع ريادي مبتكر يسعى لتقديم خدمات صحية مخبرية تثقيفية لكافة أفراد المجتمع وأهل المختبرات خاصة رؤيتنا ورسالتنا أن تكون جهة توعوية تداء بنظرة محلية حتى الانتقال لنظرة عالمية وأن نكون المرجع الأول في مجال طب المختبرات يضم المشروع 7 لجان لجنة دراسة المحتوى البحث عن المحتويات العلمية المفيدة التي تسمو لبناء المجتمع وازدياد الإثراء العلمي للمختبرات خاصة لجنة التدقيق تدقيق جميع المعلومات لضمان خلوبها من أي معلومة خاطئة لجنة الترجمة يتم ترجمة المواضيع من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية وعدة لغات مستقبلاً لجنة التصميم والتنسيق إخراج المعلومات بأجمل وأبسط صورة بعدة طرق ويمكن أن تكون بوستر فيديو وأمور أخرى لجنة العلاقات العامة انستجرام إضافة الصور والفيديوهات المنتجة في مشروعنا تويتر يتم طرح الأسئلة يومياً لتساعدك في إثراء معرفتك سنابشات سنابشات يتم استضافة متحدث كل أسبوع ليحدثنا عن الأمراض والتحاليل المخبرية لها قناة اليوتيوب إنزال المحتويات العلمية التي تم تصميمها كفيديو بالإضافة إن فاتك أي من المتحدثين يمكنك مشاهدته في وقت آخر على قناتنا الموقع الإلكتروني يتم إضافة كل ما هو جديد من دورات وأخبار لتبقى على الطلاع المباشر لجنة الأخبار التي تبحث عن كل ما هو جديد في مجال طب المختبرات من أجهزة، علاجات، أحياء دقيقة مكتشفة حديثة لجنة التقارير والتطوير تقوم بتطوير وطرح الأفكار للمشروع لنصل للقمة والتمركز بها والآن يمكنك الانضمام إلى اللجنة الميدانية للمشاركة في الحملات التطوعية التثقيفية للمجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر